الحل الأنسب دكتور لهذا الموضوع كله خلنا افترض اعتذرت تركيا بررت الموضوع متعمدين غير متعمدين الحل الأنسب لهذا الموضوع كله حكومة الكاظم يلازم شيء سوى يتبرم اتفاقية وياهم للأتراك وتحدد شروطها بما انه احنا عدنا مشكلة اتفاقية من زمن صدام حسين و النظام السابق والبعض يقول اصلا ماكو اتفاقية واتفاقية شفوية وخروقات وخرقات كثيرا الافضل الان تتوجه الحكومة لاتفاقية بعد هذه الازمة اللي صارت الان واللي احنا دا نواجهها الحل اخي العزيز لهذه المشكلة ولكل المشاكل انه ينبني عراق جديد عراق قادر على حماية حدوده حماية ابناءه حماية نفسه عراق قادر ان يقدم لأولادنا تربية وتعليم وامن وثقافة وصحة عراق قادر على ان يوفر كل القضايا بحيث لا يتبقى لدينا مشاكل بلا حل يعني هذه القضية اللي حضرتك تتكلم بها لا يمكن ان يكون لها حل في ظل العراق الحالي منظمة قوية عسكريا تقع في منطقة داخل العراق خارج حدود سيطرة العراق هذا لا يحدث في اي مكان طبيعي يعني انت تعرف واني يعرف انه احنا لدينا خط احمر اسمه كردستان لا نستطيع ان ندخل في المنطقة كردستان ووضع هذا الخط الاحمر هو جزء من هذا الارباك يعني طبعا انا لا ادعو ابدا الى انه نشتاح كردستان مثلا جيش العراقي يفعل مثل ما كان ايام النظام السابق وايام الانظمة السابقة لا ليس هذا الحل الحل هو انه نبدي عراق جديد فعلا يكون فيه العراق صاحب السيادة العراق والعراق ليس العراق العربي العراق بكل مكوناتها صاحب السيادة من فيش خابور الى زوير اشتركوا في القناة